طيب مبنسبة الكاف كلنا شفنا خلال الساعات القليلة الماضية الكلام اللي احنا قلناه في حلقة الاربع الماضي يوم الاربعاء الماضي في نهاية الاسبوع اتكلمنا على فكرة القيد المحلي والقيد الافريقي ووقتها احنا قلنا تساؤلات وقلنا الكلام ده يوم الاربع اللي فات من حوالي اسبوع قلنا فيه تساؤلات بالنسبة للقيد المحلي وتساؤلات بالنسبة للقيد الافريقي وازاي هيتم موامت ده مع موعد نهائي دور أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر واتكلمنا على سيستم التيم اس وكان في حديث عن هذا الأمر وقلنا للاتحاد الدولي عنده اختار من الاتحاد المصري أن القيد نهايته يوم 6 ديسمبر فكرة بعض درجات بينها هيخلص القيد قبل الثاني ده مسألة داخلية اتحاد الكرة المفروض ينظمها خلال الفترة الجاية ويكون فيه أمر إيجابي لصالح الأندية المصرية خاصة الأهل والزمالك عندهم نهائي دور أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر كل الزملاء اتكلموا في الموضوع ده على مدار اليومين 3 اللي فاتوا والحمد لله قناة الأهل كان دايما درس هذا الملف بشكل كويس وتكلمنا عليه منذ البداية في الأسبوع الماضي لكن الجديد وهنا أنا بوجه رسالة للاتحاد المصري لقرة القدم اللجنة الخماسية برئاس الأستاذ عمر الجنيني فيه معلومات في هذه اللحظات خرجت من الاتحاد الإفريقي لقرة القدم بخصوص القيد في الفترة اللي جاية أولا بعد إجراء القرعة بالأمس مباريات الدور التمهيجي هتكون 27 و29 وده جاي في نفس توقيت نهائي دوري أبطال إفريقيا طب موعد القيد هنا هتبقى حلها ازاي الاتحاد الإفريقي حرصا على مصالح الأندية فيه اقتراحات وأعتقد خلال الساعات الجاية الأخبار هتبقى رسمية زيادة عدد اللاعبين المتاحين في قيمة كل نادي من 30 لاعب لأربعين لاعب عشان حكتين أولا ضغط المواسم بسبب موضوع فيروس كورونا وفيه دول خلصت الموسم متأخر ففيه موعد قيد للأسف مش متنصقة بشكل جيد وفيه مباريات مضغوطة وبالتالي عرض اللاعبين المتاحين قليلين والحاجة التانية عشان لو عندك غيابات في الفترة الجاية في المباريات الإفريقية ما تقولش أنا مش هقدر أسافر مش هقدر ألعب عدد القايمة عنده مش متاع فالاتحاد الإفريقي قال لك لا يا سيدي مش هيبقوا 30 لعيب هيبقوا 40 لعيب ده كله عشان المباريات تلعب والمسابقات القادمة تلعب في دور الأبطال والكونفدرية ما يكونش فيها أي تأجيل وبالتالي عدد القايمة زاد من 30 ل40 طيب الحاجة التانية آخر معاد للقايمة الأولى الإفريقية لحد الأدنى 23 اللاعب النهار ده كان آخر يوم فالاتحاد الإفريقي شاف إن لا يتم السماح إن ما تكونش فيه قايمة أولى بحد أدنى 23 وتضيف السبعة التانية لو عادت دفهم من فترة من 10 ل 30 نوفمبر لا قال لك لا عندك لغاية 30 نوفمبر تقدر تضيف لغاية 33 لعيب لغاية 33 لعيب مش 23 لعيب وفي يناير عندك قيد شتوي تقدر تكمل ال40 بالسبعة المتبقيين هنا الاتحاد الإفريقي بيضع حلول لصالح الأندية الإفريقية بسبب ضغط المسابقات تغيير موعد القيد فيروس كورونا وتأثيره على المباريات الإفريقية وممكن يكون فيه مباريات تتأجل أو تتلغي فبالتالي وضع حلول المنتظر وخلال الساعات الجاية على اتحاد الكورة أن يخطو نفس الخطوات الإيجابية لاتخاذها الاتحاد الإفريقي ولكن لصالح ناديين العالم كله هيتفرج وينتظر مباراتهما معا يوم 27 نوفمبر الأهل والزمالك وبالتالي القيد المحلي يجب أن يمتدل بعد 27 نوفمبر لأن الفيفا قال لك أخرك 6 ديسمبر والقيد الشتوي لابد أن يعدل ما ينفعش يتلعب من فبراير لمارس لازم يتدعب أو يتحدد القيد في نفس الفترة خلال من 1 إلى 31 يناير من عام 2021